موسيقى بلشت النشاطات الاحتفالات بلشت الأوتدور اكتيفتيز بلشت كل النشاطات للصيفية وكون هادي كل السنة بكل النشاطات بيكونوا موجودين لنجو بران ماب تتوقف أبدا تشوف بأي طريقة ممكن انه تساعد على انه الناس يكونوا فعلا سايفة على الطرقات ما يكونوا عم يتعرضوا لأي أزيه وما ينقلب الاحتفال لمشكلة ومقسات أهلا وسهلا فيك لنا ويعتيك العافية اليوم مزيانين أنا ويديك بالصوير حلوين أول شيء أول شيء كتير حلوين تاني شيء يعني ترندي أكيد ترندي هلا كل شيء في اليوم ترندي نقيم بالتير نقيم بالأكسسوار نقيم بكل شيء وهيدي كمان لازم تنزيد على الجاردراب طبعا هالصيفيين الله راد لازم نجيب كل التياب اللي بقوا عليها شفت قديش عم تاكس الدو شفتيني أكيد لذيذة طيب هيدا شو أوكي عظيم هيدا شو رح قلك من أيار 2013 لأيار 2014 هي سنة للمشات بكل العالم رح يشتغلوا على المشات وشو أهم شيء للمشات أنه نحن نكون مبينين إذا في سيارة وإذا نحن نمشيين على الطريق كنا نمشيين كنا عم نعمل جوغينج كنا على البيسيكلات كنا على الموتو شو ما كنا عم نعمل نحن لازم نكون واضحين ومبينين للسيارة نحن من سنتين بلشنا نوزع هول الجيلة في اليوم مثل اللي بتشوفيهن الشرطة اللي بستن لأن هولي ضروري يكونوا بيتابلو السيارة إذا صار شي معيك بالليلة بتلبسيهن وبتنزلي من السيارة كي يشوفوك باقي السيارات ولسه ما حلا أنت بتعرف إدي فيه ناس خبصت هي وعم بتساعد غير ناس مثل هولي الجيلة في اليوم اللي حضرتك عم بتشوفيهن هولي بعد ما غيبت الشمس لهيك أنجأ داري بالضوء ومن مسافة بعيدة شوفي إديش مبينين بكف الوهل اللي بتكلية لما بتوصله وبتلاقي في حدا واقف على طريق نصيارته مع الطريق غير الأكسيدانات اللي بتصير بهالطريقة أكيد هلأ إحنا لما بلشنا بجيلة هيدا كنا ببيروت عم نعمل عملنا نهار نشاطات ووزعنا هالجيليات هيدا لأنه ضروري لازم ننشر ثقافة أنه لما منكن على البسيكلات كوليت أنه نستعمل هيدا الشيء هيدا حملة دي او اي يلي هلأ رح نحكي عنا مع نوال جمال على طريق خط النهاية اللي هو معنا تاني بتعرفي أنه بالسبق النهاية بتكون أمرار سعيدة ومنحتفل فيها إنما على طرقات أمرار النهاية بتكون نهاية كتير مأساوية فتنرجع تقليك أنه كنا عم نمشي على بمواكبة مع العالم على المشات وسلامة المشات من بعد ما وزعنا هالجيلي في اليو في كتير ناس قالوا لنا كون هادي أنه لقولنا شي ترندي أكتر إنه مش معقول ألبس هالجيلي أنا وأمشي فيها على الطريق فمن هون إجيت فكرة هالسلاب باند الريفلكتف سلاب باند إنه هاي قبل كل شي إذا بتشوفي فيك تحتيها لعدة استعملات يعني فينا نحطها على معصمنا فينا نحطها على زندنا فينا نحطها بكل عشاعنا فينا حطها على إجرينا فينا نحطها بأي أماكن بس المهم إنه نكون نحنا واضحين والسيارة بس من شو معمولة حتى أنه يعني بتستقيها بتعمل صوت كنون خايفين منهم هي هاي هي سلاب هي هيدا وهي معمولة من ريفلكتار يعني الناس ما تفكر إنه هي فيها أضوية أو بطارية أو بتخلص هي ضو السيارة بيعكس عليها وبتصفي الضوة هاي هي لقلها مدة لبتنتهي مدتها ولبتنتهي صلاحيتها هلأ هيدا الإسوارة نحنا عم نجرب إنه نحطها بكل المحلات يلي بيبيعوا إشيا للرياضة الايزون رح يكون عنده منا بكل إذا نبديك النواد الرياضية لأنه ضروري إنه نكون لابسينا ومش بس لما نعمل رياضة برجع بعيد لما نكون عم نتمشع شيء على هالطرقات وما أكترنا لازم نكون حطينا على القليلة نأمن حياتنا وبدأي قول هون سلوغان نحنا عطول منقوله خاصة لهيدا الإسوارة منقلهم أرخص إسوارة بتخلص لك حياتك هي نحنا عم نبيعها بعشر تليف ليرة إذا نبديك قبل كل شي هي الإيميل مادية ما إلا إيميل لأنه عن جد قيمة الحيات أكبر وبتكون مساهمة كمان لكن هذه تنقدر نستمر بالمشاريع اللي نحنا عم نعملها تأد ما فينا نجلني بالناس حوالي السسير لأن السنة المشات يعني هون أنتوا سهمتوا فيها بأنه يكون المشات على الطريق ظهرين ومبينين حتى لو كان ما فيه إضاءة نعم والموضوع يعني هذا موضوع تاني صار إست الإضاءة بس السنة المشات كمان يعني المشات هن أولوية على الطريق أكيد كمان السائق لازم يعرف أنه دايما يلي مارئ على الطريق عنده أولوية لو شو ما كان صح صح هو لازم يكون عنده الأولوية لأنه إذا بديك هو شخص أعزل يعني ما فيه شي بيحميه نحنا لما منكون بسيارتنا على القليلة فيه يمكن شوي سيارة بتحمينا بس هون لازم نعرف نقطة أنه صحيح الأولوية للمشات بس المشات اللي هو نحقوق بس عليهم واجبيت كمانا لازم نفهم مثلا أنه حتى أنا إذا من المشات أنا ما بيحق لي أنه تجوز طريق سريع مثل أوتوستراد وبروح حياتي وبيبلي يلي بالسيارة لأنه بالسيارة من حقه أنه يكون ماشي خلينا نقول بسرعة مية والأهم من هيك أنه أنا إذا بدأت على الطريق بدي يكون على القليلة مبين تها السيارة تشوفنا الكلمة نفكر أنه نضو السيارة بيعطي من بعيد لا بنا نوصل لمسافة قريبة شوي تنادر نقشع وياما منشوف ناس ومش أكيد البريكس رح يكونوا عام يلبوا على المسافة القريبة أكيد لأنه تعطي حسب السرعة السيارة بدي مسافة لحتى تتوقف ومنلاقيهم عم بينطوا قدامنا ياما منقول يا الله كنت رح أخبصه ما انتبهت له وما شفته هلأ نحن غير أنه عم نشتغل على وضوح الرؤية للمشات نحن صار إلنا تقريبا سنة ونص عم نشتغل قدام المدارس صارنا عاملين 12 ممر آمن قدام المدرسة شو هو الممر الآمن؟ هو هالزيبرا لين أو الخطوط البيضة للمشات مع كات ايز على الحدود مع إشارات بتقول أنه انتبه مدرسة وقدي السرعة القصوى تعال قليلي نعلم قبل كشي تلميز المدارس أنه في ممرات خصوصة للمشات ما فينا من حيالنا مطرح نقرر نقطع الطريق وبلشنا بالمدارس لأنه فينا نعلمهم لقلهم إذا بنحطهم حيالنا مطرح الناس ما رح يعرفوا شو معناتها لونك بلشنا بالمدارس تحتنا الله راد قد ما فينا نقدر نعمل غير أمور إذا تبهتي هيدا اكتيفتي كنا عاملينا بالبيروت باي بايك حطينا الخطوط البيضة وخلينا الولاد يتمرنوا ونعلمهم أنه من وين لازم تقطعوا وكنا أكيد هون عم نعمل سيميليشن تانية هون بس هيدا الصورة شوف الفرق بالأساور لما ننضرب الفلاش عليهم شوف يبينوا مثل الألماظ وهو اللي بيضاينوا قد الألماظ يعني وقيمتهم إذا نبدك نسبة للحياة قد قيمة الألماظ لكن لهالبريسلس وين عم يكونوا موجودين هني يلي بدهم بيقدروا يتصلوا بيكون هادي بيقدروا يروحوا على الآيزون على كلاس بور ما رح عددهم في كتير محلات إذا بتشوفي ليكي هوني عم بيمشوا هيدا أنا وزوجي وبنتي عم نمشي وهون كان بعد ما كتير عتميت لني بس أول ما ضرب الفلاش شوفي بأي طريقة ضوء يدينا وهيدا مش معقول عم بيسوق سيارته وما يشوفه هيدا بالنسبة للبريسلس في الجيليات كمان يعني عوقات بيكونوا كتير مهمين خسر إذا كنا عم نركب بايك أكيد هلأ نحن الجيليات صرنا موازعين تقريبا 30 ألف مجانا كنا بالموتور شو واستمرين خلال كل محاضراتنا وهلأ كمان هولي عم بيتوزعوا وحتى أمرار عم نجرب في شركات عم بيدعونا نروح نعمل محاضرة عم نعرض عليهم فكرة الجيليات هني عم بيدفعوا حقهم وعم بيوزعوا لكل موظفينهم هاي عن جد لازم ضرورية إنها تكون بكل سيارة وإن الله راد السنة رح نركض ماراتون بيروت كلنا لابسين هالجيليات فتخيلي قدي رح نكون نحنا مضويين ومبينين تا كمان ننشر لأنه نحنا من خلال الماراتون كل مرة منجرب نوصي الرسالة يعني نحنا عم نركض كرمال السلام المرورية نحنا عم نركض لوضوح الرؤية نحنا عم نركض للناس ما تشرب وتسوق كل سنة في عنا رسالة وهالسنة رح تكون لوضوح الرؤية دي او اي شو هي دي او اي هي عقد العمل على سلامة الطرقات دي او اي بلشت بالالفين وحداش ورح تستمر للالفين وعشرين عشر سنين ليش نشأت فكرة الدي او اي لأنه هلأ حاليا عم بيتوفى بالعالم مليون وثلاثمائة ألف شخص من جراء حوادي سسير هاي بالعالم والدراسات أثبتت أنه سنة الالفين وعشرين رح يوصل هيدا الرقم الأتلى للمليونين قتيل ففي سبعين دولة بالعالم قالوا ما بقى فينا نسكت عن هيدا الأمر وانه it's time for action لازم نبلش نشتغل ونعمل شيء ومن هون طلع دي او اي عقد العمل انه هالبلدين هاي رح تلتزم على عشر سنين تشتغل تقدر تخفض للنص عدد قتلى حوادي سسير لبنان أكيد فات بهيدا العقد من خلال كنهادي جربنا نحنا نجمع إذا نبديك المؤسسات العامة المؤسسات الخاصة كلنا سواء تنعمل مثل الاتحاد ونقول كلنا على طريقته أو بمساهمته الصغيرة بدنا نطبق هالعقد العمل وفي شيء مشاريع كتير من ضمن وضوح الرؤية داخلة بهيدا الموضوع ونحنا ككون هادي عم نشتغل عليها السنة سفيرنا كان نويل جمال يلي هو بطل الفورمولا الثلاثة هو اللبنان الوحيد وفريقه اسمه سيدرز يعني لازم يكون فخورين بهيدا الموضوع لينا أين شخص بيسوق بيحب الرلي والسيبقات تحتى نوصي الرسالة أنه حتى اللي بيحبوا الصرعة وحتى اللي هويتهم وإذا نبدك بيعتاشوا منها بيعرفوا وين يسرعوا وبيعرفوا كيف يسرعوا وبياخدوا الاحتياطات تا يسرعوا يعني منتسابق على الحلبات بس منسوق على الطرقات وهيدي كمان الرسالة لحب نويل جمال من خلال كون هادي أو كون هادي من خلال نويل جمال إننا نوصلها نحنا منحترم في كتير شباب عندهم هواية السرعة منفهمها ومنحترمها وهي هواية مثل غيرها بس لازم نفهم مثل أي هواية في إلا ملعبة في إلا تيابة الخصوصة وفي إلا معاداتها الخصوصة أنا بدي التزم بالسرعة بدي حلبة مسكرة سيارة مجهزة وأنا كون مجهز بكل أجهزة السلامة حتى ما يسر لشي أنا وعماري سهر هواية هادي خلص وقتنا بعد أنديك شيف ديك زيدي لنا لأ أنا بدي أتشكركم أكيد وبيدي أقول لهم نحنا بكرة رح نكون بجوني كمان عمليين استاند لهالبرسلي هادي من العشرة عبكرة للخمسة بعد الظهور بارح كنا بالفات دولار ميزيك عم نتنقل مع هالشباب مطرح ما فيه ناشطات شبابية الله راد هالصيفية يكون هادي رح تتواجل منحب أنه يجو قبل كل شي يساهموا معنا بهالأسوارة هايدي وصدقوني هالسعر الرمزة بيخلصكن حياتكن شكرا لأليك كلينة جبران شكرا لكون هادي على كل جهودكن يلي دايما يعني عم بتكون مفيدة وعم نتكل عليها شكرا لأليك مشاهدين هالا وقفة ومنرجع المتابع موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة